كيف نحارب الرياء؟ تحارب الرياء بأمور باختصار ابن القيم رحمه الله قال ولا يجتمع الإخلاص وحب المتح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحود قال لك الإخلاص وحب المتح والثناء وده هو الرياء والطمع فيما عند الناس حب المتح والثناء من الناس يمدحوك بالسان ويثنوا عليك والطمع فيما عند الناس يدوك حاجة ديل ما بيجتمع عن شنو مع الإخلاص لو يت داير متح الناس ولا داير حاجة من الناس الكلام ده ما بيجتمع مع الإخلاص لكن إذا أردت التخلص من هذين الأمرين قال ابن القيم فاعلم فازهد في متح الناس زهد عشاق الدنيا في الآخرة قال واذبح واذبح الطمع فيما عند الناس بسكين اليأس يعني قال لك التشنو اعلم أنه لا أحد ينفع متحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله تعالى نازلهم دحوك متحهم ما بزينك ولا برفعك ولو زموك زمهم ما بذرك ولا بنزلك وإنما الذي يرفع وينزل ويخفض ويجعل العبد في أعلى الدرجات هو الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل شنو من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بعدين الحاجة التانية الطمع فيما عند الناس تعلم أنه ما من شيء أن تطامع فيه عند الناس إلا وعند الله خزائنهم دار من الناس شنو قروش تبلغ دعوة عشان قروش الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم ومستقرها ومستودعها وبالكلية قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنهم وما ننزله إلا بقدر معلوم الحاجة التانية تعرف خطورة الرياء الرياء دبو والدينار جهنم أول من تسعر بهم النار ثلاثة في صيح مسلم عن أبي هريرة والثلاثة ديل باختصار عالم ومقاتل زوج شجاع مقاتل ومنفق باختصار كذلك عشان الزمن الثلاثة ديل ما بيعملوا العمل لله العالم تدعلموا تعبوا ساهروا قروا حفظ وراجعوا فيهم عشان امدحوا بس زول مؤصل وكلام جميل وبخش في القلب وزول عالم وزول كذي ومفيد عشان وقد قيل يسحب على وجهه في النار الثالث انفق ليقال كريم جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار فانت اذا عرفت خطورة الرياء الرياء فيه الزانب في نفسه وزاته وزاته والدينار جانب ما ترأي خاصة الناس الحولك انت قال السزول مبرأ الى اعداه في الغالب وانما يرأي لمن حوله من اصحابه والذين يرافقهم والذين يعني يحترموا رأيهم وامرهم وشأنهم فانت الحاجة التالثة تعرف همية الاخلاص وان الله لا يتقبل عمل الا اذا كان مخلصا كما في صيح مسلم النبي صلى الله وعي وسلم عن ربي عز وجل ان اغنى الشركاء يعني عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غير من عمل عملا اشرك معي فيه غير تركته وشركه وفي لفظ اشرك فيه معي غير تركته وشركه فتعرف خطورة الرياء وهمية الاخلاص وان الله تعالى قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن الاشياء المعينة معرفة اجور الاعمال الصالح لانها ترغب في العمل الصالح وتجعل العبد يعمل العمل من اجل الثواب ومن اجل نيل رضا الله والتقرب اليه وتذكر الجنة وانه يعمل من اجل دخول الجنة ونيل رحمة الله سبحانه وتعالى والنجاة والنجاة من النار طيب ما ترى النار ما تشتغل بهون قالوا شيخ ما تشتغل بهون قالوا عالم ما تشتغل بهون نبزو قالوا اه دزول ما عنده علم شكرا نقول لهم وامشي تكيف جدا ولا تشتغل بهون من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا